بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نرتقي في الحلقة الحالات العشرة مع أستاذ ومعلمي فضيلة الشيخ نصح عبدالعزيز أبو الناجم مدير إدارة الخطة والمتابعة بإدارة الأزهر بالمنصورة سابقا ونستكمل من شرح الكتاب وفران الزنوب وتنور الكبور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تفضل يا أستاذ إجابة الدعاء عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء صلى الله عليه وسلم هنا جيت تحت عنوان إجابة الجعاء في باب فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للأحياء والأموات الإنسان حينما يدعو الله سبحانه وتعالى الجعاء يكون محبوب إذا لم يكن قبله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهناك فرق بين محبوب ومقبول المحبوب جاء من الحجاب مثل ما أقول حاجة بالمحكمة يعني يمنع إنسان من الدخول فهذا الدعاء إذا لم يكن مغلفا مصبطا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح له أبواب السماء لم تأذن الملائكة له بالدخول من أبواب السماء ولا يصعد إلى الله سبحانه وتعالى ولكن إذا كان مغلفا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفتح له أبواب السماء ولرفع هنا إذا فتحت أبواب السماء لا يكون محبوبا يعني ما يكونش معموله حاضر يبقى اختلع إلى السماء حينما يصعد إلى السماء هنا بقى الله سبحانه وتعالى هو أعلم بصنعاته أي خلقاته وخلقه فممكن أن يعادلك بالإجابة وممكن أن يمهلك يعني يؤجلها لأن عليك بعض الزنوب الصغيرة فيريد أن تستزيد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن العمر مهما طالب أنه قصير فلك تعجل الله سبحانه وتعالى بالإجابة وسوف يعطيك إن شاء الله والرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقول لك أن أي دعاء مغلب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله الله عما وقت الإجابة فلا يعلمها إلا الله الشيء الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتنجيج الله والسناء عليه تقول سبحان الله الحمد لله وثم تسني على الله سبحانه وتعالى لماذا الرسول الله سلم يوجهك أن ترجع أولا إلى الله وليس إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ثم بعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك في المرحلة الثانية تجعو بما تشاء وفي الحديث الأول كل دعاء محبوب قد يكون الدعاء الذي جئت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه قد يكون أنت تقدم الصلاة على النبي في شيء أصلا مرفوق يعني شيخ نصحي حقا ينفع إن فيه واحدة من الطرائف اللي حصلت لي واحدة بعد ذلك تقول لي أنا كنت بحب واحد وهو تجوز واحدة تاني فممكن أصل على النبي بحيث يطلق زوجته يطلق زوجته وقالت لا ما هي يطلقها ما هو أنا كنت أحقه منه دي كان ملكي وهي سرقته مني دي من الطرائف يعني أشياء اللي تجيب الضغط في نفس الوقف يعني نجي لأسئلة من هذا القبيل يعني واحدة تقول لي الصلاة على النبي نعملت ليش حاجة لقد أعملت حاجة في خراب البيوت طيب واحدة عايزة تتجوز واحد والواحدة قريبة أو مش قريبة وتصلاة على النبي عشان تتجوزه نفترض أن الواحد ده أصلا هي ترتب على الممكن تخليها تكفر بالله ممكن يشرطها ممكن يمنедин أحققها ممكن يكون عاصم ممكن يكون من أهل النار وربنا باختلاقك يعني أنت ما تعرفش الخير فيه ولكن أنت لا تکد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال الشر لأن أنت ما تجيش تقول ما هي ذنب الصلاة على النبي العب فيك أنت موش العب فين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهنا في الحديث الثاني فيه فضيلة قال أبو سليمان الضرمي وعليم أبو طالب رضي الله عنهما قال إذا حب أحدكم أن يستجيب الله بدعاءه فليصلي على النبي ثم يسأل الله حاجة ثم يصلي على النبي فإما الله أكرم من أن يقبل الصلاتين ويدع ما بينهم يعني الصلع على النبي في الأول والصلع على النبي في الآخر والجعاء في الوزن يقول لك ربنا هيقبل الجعاء مغلف هيقبل الصلع على النبي سواء كنت طاهر أو غير طاهر فاسق أو غير فاسق صارق زانق حرام كله ربنا بيقبله أما الحاجات الثانية هي حسبك على طمع ولكن لو استمرت الصلع على النبي بيقوم جاي في وقت معين يقوم منقف قلبك ويقول لك بس انت قلبك يبقى يلوم سوف تكفت عن هذه الأشياء التي تغضب الله سبحانه وتعالى مرة واحدة وإذا من الصلع على النبي سبحانه وتعالى تحسن الخلق والله سبحانه وتعالى يقبل ويكون لك رصيد إن شاء الله في الآخرة حاجة نصحية صفة تنفي البخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنفي البخر نعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليك اللهم صلى على سيدنا يعني أنا بشوف يعني واحد قاعي يقول يا عمو صلى على النبي يقول يا عمو نحن بنصاله يا عمو صلى على النبي يا عمو أنت هتقول لي أنت هتعلمني ما يكون في نسبة عاركم مع بعض هو أصلا شفار راكب دماغه مش عايزة صلى على النبي زي إيه؟ ليه؟ الصلى على النبي جيلها أنغار فإذا كان عندك ظلمات كتيرة أنت بتستفدش من هذه الأنوار بشيء بردنا بطرولك لأنك بخيل زي مثلا الصفحة اللي عندنا مجموعة الشفاء بالصلاة على النبي وسط 25 ألف وعشر أفراد فجأة لأنها أقلت 22 واحد ليه؟ لأن لما دخلوا الحلقات وبدأنا نشرح فعلا في الصلاة على النبي وبدأت من الحاجات التي تقيل عليهم ليه؟ لأنهم منغنسون في المعاصي تماما عزب الله وهم مش متحملين حد يقول لهم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هم عارفين أنهم مزنبين يقول لك ألا هو هيفكرنا بزنوبنا هو دائما هيفكرنا أن إحنا مكسرين مش عايزين نشوف شكل وخال فالناس اللي هي بخيلة أصلا ربنا بيرفز الخبس من بعض الخبس بتروجه من بعض بتروجه على الشرط برضو الخبس من قناة الشفاء بالصلاة على النبي ربنا بتروجهم صحيح والخبس من مجموعة الشفاء بالصلاة على النبي ربنا بتروجه وهم أدخل خلق الله قاطبكا على الأرض لذلك لما تكونوا بتحب نبي صلى الله عليه وسلم كل واحد فيكم يقول أنا هدخل مي من أصدقائي بالاسم يبعت لهم كده رسائل يدخل على القناة ولكن انتو بتعملوش انتو بتسمعون ما بتعملوش احنا عايزون ننصر النبي صلى الله عليه وسلم عامري صلى الله عليه وسلم انت فيه ناس بتمسكنا رسائل من أول اليوم كأن احنا مليونين لها احنا قاعدين أنا والشيخ نصحي نقلف على الصناعية وعلى الناس اللي يكملوا في القناة كل النهار يعني مش فاضين مش مابولين في البيوت مش مابولين في الموبايل عشان حتى يبعت لعلمة استفهام عشان ارجع عليه ما ينفعش كده يا جماعة أنا عايز الواحد يبعت للرسالة مرة واحدة في الأسبوع ولا يتعجبنيش لأن احنا لسه ما بدأناش في القناة الحلقة نجي مش بداية القناة بجاية تانية برامج مستمر 24 ساعة ان شاء الله ان شاء الله على الأمر الصناع ان شاء الله ان شاء الله البخير هنا شوف الدكتور الحسن الله يكرمه دايما دائما نسكوله خلق بالأمراج كان ببكي نهب عبد العاص وابد النحو قلت لأني مفسي أروح دكتور تبب زميلي أنا إخايف لما يزايمش معانا في نصرة اللب أنا عايز أعمل هبات الرحمن في المكسبين من صراع الخير الآن مش أنا بس أعجب الناس كلها تعمل، أنا عاربت نمقى طباء، هناك شخص بينهم ثلاث ساعات، تتذكر ممكن أن ينصفني، ممكن أن لا يكسفني، هناك شخص يقال لي أن أفعل شيء، ولكن شخص هذا ليس متطمن خائف لما يكسفني، كأنه أصبح همه الصلاة على النبي، هذا طبيعي، ليس شخص عادي، هتقول شخص ما أخلي أو شخص كده أهوائي، أو شخص كده تنبل، لا، لا، رجل بأن الناس اللي تتبني في زروة السنة مش سلة بالتعليمي، ناس عقلاء، ناس مجهاء، ناس فاهمين، دول اللي هم هيوصلوا، مش البخلاء، اللي ينوي على حاجة بصفت يعمله، أنا بشهر كريم، لأن الداخل بتكشفن، احنا بنبني القناة بنحتاج لسه حوالي كتير، ولا ربعين ألف دولار، محتاجين حاجات لنذاب نعمله، نحن مش قاعدين عشان نلمفلوس ولا نجنحها، الله يكرمكم، فضل بات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتعادل الصدقة، نعم، قال أحد العلماء إن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما تعادل الصدقة في سبيل الله عز وجل، نعم، لعل هذا العلم الجليل أخذ هذا المعنى من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر الصلاة علي فإن صلاتكم علي وهي زكاة لهم، اللهم صلى الله عليه وسلم، الله صلى الله عليه وسلم، الله صلى الله عليه وسلم، قال لبنك الزكاة جاءت في أكثر من حوالي 12 موضع في القرآن الكريم، بمعاني منها الطهارة، منها النماء، منها الزكاة الشرعية، منها السناء على الحسن، فإذن إحنا نقولها لما نيجي لهبات الرحمن في المكسررة من الصلاة، على خير أن أول الحديث هنا أكسره، فأي حاجة فأكسره، هذه العوقفات، وهذا له إعجاز علمي، ثلاث حلقات في زكاة الصلاة على النبي وأنا أشرت إليها بجزء بسيط حتى لا نسك المساميع، يقوم على مقمعة السشفاء بالصلاة على نجل صلى الله عليه وسلم، ولكن في المعنى البسيط القليل للناس البساطة خالص، اللي هو ما يقدارش يعمل أي حاجة نصرة النبي، يصلى على النبي، بالزكاة بتاع، مجاز الكلام، صلى الله عليه وسلم، فالضبط، تبليغ اسم المصلي والمسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم له في قبر، كيف؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلاة عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رض الله علي روحي حتى أرد عليه السلام عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي فقال رجل يا رسول الله كيف تلعر بصلاتنا عليك؟ وقد أرمت يعني بليت فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء اللهم صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن بكر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم فإذا أنا ميت كانت وفاتي خيرا لكم تعرض علي أعمالكم فإذا رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت شرا استغفرت الله لكم صلى الله عليه وسلم تعرض علي أعمالكم فانا يا شخ نصح في القارب وإذا هو حالي صلى الله عليه وسلم إذا هذا بالنصر حالي صلى الله عليه وسلم حالي ما من نحن يسلم علي إلا رد الله علي راح أيوة أنا أصلى على الرسول ربنا ورد راح وبعد كده راحه تغيب؟ لا ولكن إيه ثور يسرى هاني الله يكرمه فصارها قوي وإسرح علم جليل قال لك لا مش مع ماهن ربنا يقبط روح ويقبط روح ويقبط روح هو إنساسا من إنساسا لا يزلقون الموتة إلا الموتة إياه في القول إذا هو موت واحد خلي بالك ولكن بقول لك إيه دي معنى إيه إن الله ينبهه أن الشيخ نصحي عبدالعز بالنجم يسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل سمير حفنوي سلم عليك يا رسول الله يبقى بنبهه الملك يقوله نبهه 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 دي معناها إيه رد علي روحي يبقى روح رسول الله صلى الله عليه وسلم مستديمة هه وحياته مستديمة ولذلك هنا تحضرني رؤية طيبة جدا أول رؤية رأيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عام 1983 في الأرجى ابقوا معنا واشوفوا الشرك للآخر أنا لسه أول مرة أقولها أنا كنت في الأردن عام 1983 في بلدة اسمها سمر سمر محافظة إيربيت وفي غرفة معينة قبل صلاة الفاجرة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا ودخل الغرفة وكانت أول رؤية في حياة وأنا كنت طالب في الجامعة في السنة الثالثة ورحت ثلاث شهور سياحة كده نشوف إيه في الأجازة كنا نلف على الدول دين ودخل وكان مترددا ثم خرج ودخل وخرج كأنه كان مهموما وملابسه كانت ليست على المستوى التي نرى فلما دخل على الغرفة لو قلت الملابس جابلة جدا وهو يلبس ملابس زهري يعني زي لون السماء كده فصل أمامي وشفت وهو غاكع كأن سلسل الظهر مفصدة الضلوع كوية وكان متين وكان حينما يركع ويقوم كأنه يحتضن الأرض ويقوم وتقوم معه ويزبر معه ثم نام على شقه الأيمن ورأيت وجه أظهر أنور فقلت له من أنت قال أنا محمد رسول الله هذه من نسبك إيه؟ إذن 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا بتغرض علم صلاتك وأنت قال إيه؟ أرمت يعني بليك يعني جسمك تحلل يعني أنا قلت له إزاي أروح لواحد للناس من أهلي وأقول لهم أن أنت لساعة وانت زمان خلاص الجول أكل جسمك من زمان وتحلل قال للحديث خلي بالكو عشان الرسول السلام قال إيه؟ من كذب علي متعمدا قال لي أتبقى متعمل من الله هي فيه حاجة اشتبهت علي إما قال لي مرأني في المنام فقر أنا حقا فإما الشيطان تمثل به أو أنه قال لي إما الأرض لا تأكل أجسد الأمرياء هي حاجة من الاثنين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ليه فأنا استطرت في الحديث تاني قلت له طيب إن كنت إنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا قل لي إنت قلت كم حديث شريف في حياتك الله يجب أن نسأل صح ما حدث يعني في المنام فأني الرسول السلام قال لي ولكن فيها رقم سابعة قال لي ليس أعرف سبعة كلام حديث ولا سبعين ألف حديث ولا سبعمائة ألف حديث دي اللي خلتني أسخل نفسي في العلوم الشرعية من بعدها قعد تبتش في الدين حوالي ثلاث سنوات لغاية معرفتي إن أقرب واحد من رواة الحديث المحدثين اللي جمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عند البخار ومسلم كان أقرب حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم كان ستموت ألف حديث قلت له أكبر يبقى إذا العدل سبعمائة ألف حديث لغاية ما فتع عشر سنوات وجاء واحد أخبرني قال لي وقل له تعرفش الرسول عليه السلام قال كم حديث قال لي لا موجود خجع عني سبعمائة ألف حديث قلت له أكبر فين جديد كما كان بيهنت ولا فيه حاجة جابت موسوعة الحديث النبوة بعد جهو جابتها وشفتها واطلعت على السبعمائة ألف حديث فعلا صلى الله عليه وسلم فهنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاية طيب في نهاية هذا الشغير أو هذا الحلقة طيبة في الأخت جزائرية رأتني في المناه والحقيقة أنا معظم الرؤى أصبحت تزعيني وحتى قلت اللي أكتف في فلسطين في المسجد الأقصى ربيني دارك فيها دايماً بتبقى تتواصل معنا بين الحين والأخر والثاني بخب من الرؤى الكتيرة يعني أنت شوفتني في المجلس أقصى ثلاث مرات وأخت في الأمارات شابتنا أربع مرات وأخت في اليمن شابتنا خمس مرات وأخت في السدان شابتنا مر وأخت في الجزائر شابتنا مر وفي ناس كتير بيشوف فأنا قلت لا قالت لا جزية حج لك يوم القيامة ولكن شوفوا الأخت اللي شابتنا في المناه وكان عندها حاجة ولجا متعسرة وخايفة لاتموت في الولاد أنا قلت لها إيه وهي قالت إيه شوفوا هي بعكتلي فيديو صغير لمدة ثلاث نقاط هنرفقوا بهذا الفيديو وحاولوا أن تشوفوا الحاجة دي ونحن نشرف بكم جائما في قناة للشفاء بالصلاة عن المبن وأرجو أن تضيفوا زملائكم وأرجو أن تستفيدوا ونشكر كل المساهمين معنا ولا تنسوا أن شهر رمضان شهر خير فيه قصرة الحسنات بأقصر من 700 ضعف فلنزي والده توفى سوف نطبع إن شاء الله يوم السبت القادم كتاب هباك الرحمن للمقصدين من صلاح الخير أنا ونتمنى أن تكون عدد النسخة تبعات عشر تبعات وكتاب الذي مشرحه الآن غفران الزنوب وتنورك بالبصالة عن رسول الله سلام إحرص أن أبيك أو أخيك أو زوجك أو أمك أو عزيز الماتل لي أن يكون له نصب من توزيع هذا الكتاب إن شاء الله في هذا الشهر الكريم أترككم لتشاهدوا رؤية هذه الأخت وماذا فعل منها الممرضات وكيف تعجب من الأطباء وكيف أنها أمت بالسلام وتحققت ما قلت له في المنام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا كنت مدومة على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا بالصغة العادية وأحيانا بالصغة الإبراهيمية والسنة اللي فاتت كنت حامل وكنت نداوم على الصلاة على النبي الحمد لله ولكني مثل كل النساء لما يقرب موعد الولادة يصير خوف وارتباك وبكاء كنت أدعي دايما الله أنه يصير لحظة الولادة والمخاذ ومرة شفت بالمنام الأستاذ سمير الحفناوي يقول لي أكثر الصلاة على النبي صلي على النبي ستسهل ولادتك ومن يوم ما شفت المنام وأنا كثرت الصلاة على النبي ليلا نهارا في كل وقت في البيت خارجي البيت مع أولادي في العيادة عند الطبيبة في كل وقت لا يكف لساني عن الصلاة على النبي ولما حانت ساعة الولادة وأنا ذهبت من بيتي للعيادة كنت أصلي على النبي وبالصوت وصلت للعيادة وأنا بالصوت بصلاة على النبي والقابلات والممرضات وحتى النساء الحوامل اللي كانوا رح يولدوا مستغربين مني كلهم يشوفوا معي نظرة استغراب انتي شو بتعملي شو سعيرلك من نظرة عيونهم وأنا على طاولة الولادة أصلي على النبي بالصوت تعرفوا أقسم بالله العلي العظيم ما جاني ألم المخاض زي الولادات اللي قبل الألم الفضيع اللي يخلي الأم زي المجنونة والله العظيم ما كان عندي الألم الفضيع كان ألم بسيط جدا 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 غلبني شوية الخوف ولكن أقول أني أنجبت بدون آلم أنا على طاولة الولادة والقابلة تسألني في آلام أنا أقولها ما في آلام ما في شي وهي مستغربة أنا خلاص البيبي رح يطلع البيبي وما في آلم نهائي حتى أنها اضطرت تعطيني إبرة المخاض إبرة الآلام والله ما عملت شي الإبرة حطت لي الإبرة والله ما عملت لي شي الإبرة خبرتني بعدها سألتني يجاكي آلم المخاض ونعلى الطاولة ما في شي ما في آلام ووقيت أكرر اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد حتى أنها تنرفزت وصارت تزرخ وتقول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كيف ما عندك آلام كيف ما عندك آلام وهي بتصرخوا الله سهل للولادة وأنجبت بدون ألم والحمد لله وفي النهاية أقول اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام